يا مساء الخيرات مساء الافرح والمسارات مساء الرزق والتسير اليكم كاملين كنتمنى تكونوا على خير وبخير مرحبا بكم بفيديو جديدة على قناتي وقناتكم سناء بيوتي قناة الوصفات الطبيعية لزيادة الوزن ووصفات مجربة ناشحة نتيجة مضمونة مئة بالمئة يوم كمال عادة غد نشارك معكم واحدة من هاد الوصفات والسطل اليوم غادي تكون بمكوناين فقط ولكن نتيجة هيالبنات رائعة جدا كتغلض من دك الشرفع كتسمن لك الجسم جيل كله كتساعد كذلك حتى في ابراز المناطق الانتوية ووصفة رائعة وكفي كنقول لكم دائما وصفات يجربوهم بعينيكم مغمضين وانتوما مرتاحين وهانين لان ما كتكون فيهم حتى شي نسبة ديال الدلال ولو نسبة واحد في المية ما كيناش نهائيا والدليل على هاد الكلام هادا لبناتش حويجل انتوما ما كتعرفوهاش انا ركي تعرضوا عليها اشهارات بسبب المحتوى الجالي اللي هو كيهم زيادة الوزن كتعرفو عليها اشهارات ديال تحاميل ديال ابر ديال الحبوب وكن رفضهم مع ان انا غدي ربح من وراهم الفلوس ولكن كن رفضهم لانو انا ما عارفاش هادو كل الحبوب او لا الابر او لا اه التحاميل اشنوا فيهم واش غادي يينفعوا الناس ولا غادي يضروا الناس وتعرفو علي تحاميل الصحراوية وانا كنت ضد التحاميل الصحراوية وسبق ليها هادات عليهم في فيديوهاتي السابقة فما يمكنش انجي نشارك معاكم شي حاجة اللي غادي تخصر وجهي معاكم كيبيت لكم هاد الوصفات اللي كان شارك معاكم انا هي وجهي معاكم ومستحيل غادي نشارك معاكم شي حاجة للدركم لانو المبدأ ديالي في القناة هو وصفاتي تكون صحية ما امكان وجميع الوصفات ديالي كان حاول ما امكان نحرص على انها تكون صحية وما تكون فيها حتى شي نسبة ديال الدرار انا عارفة بان هادو الهضرة هدي كاملة ما كنت اهمكمش ولكن اه خسكم تعارفوها موهم رجعوا للفيديو ديالنا يمكن كدليكم انتشارك معاكم موصفة اللي هي زوينة بزاف كتسمى للجسم بكل ما في الكلمة من معنى دونك بلا ما انطور عليكم اندخلوا مباشرة باش كتاشفوها لان فقط جو ديال المكونات غير مكلفة بنسبة لبنات اللي بين قوسين كيقروا لي وصفاتك مكلفة والله هالبناتي للوصفات صحية را انتو ما كتخسروا الفلوس في شي حويج اللي هي قدر صحتكم را ممكن جيب لكم شي فاني ديال الحساسية وغد يعطيكم واحد نتيجة سريعة وقد خسرو في الفلوس وقدر صحة ديالكم وسبحان الله العظيم كيكونوا البنات راضين ويعجبوهم الحال ما عرفت شو شي حاجة اللي كتكون صحية ومفيدة قدقول لك اللي هدي في خسر الفلوس موهم لما نطور عليكم في الهضرة دخلوا للمفيد وانكتشفوا مكونات وطريقة تحضير وصفة اليوم ولكل من كيشد قناتي وكيكتشفها الأول مرة وبغا يوصلوا جديد الوصفات المضمونة والمجربة والآمنة معليه إلا تابونه في القناة ديالنا بالضغط اللي زر الأحمر موجود اسفل الفيديو سبسكرايب سابوني او الاشتراك ما تصبح تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد انفوان حتو وأهم خطوة ما تبخلوش عليها بلايك تجيلكم بالبرتاج للفيديو كذلك بالتعليق زوينا إذا الغزالة تجيلي غادي بدأ الفيديو ديالنا على بركة الله وغادي نكتشفوا مكونات وصفة اليوم كيبتلكم هي عبارة عن مكونات فقط ولكن عندهم واحد دور خطير وجبار جدا في استثمين الجسم وفي زيادة الوزن وكذلك حتى في زيادة حجم المؤخرة لأن واحد من المكونات اللي غادي نشارك معكم اليوم غني بالبروتين وكيف كتعرفو فالبروتين وحدة أساسية ورئيسية جدا لبناء الكتلة العضلية دونك أول مكونات غادي يكون معنا اللي هو الزنجلان أولا السمسم سمسم غني جدا بمادة البروتين كيف تلكم غير ثلاثات المعالقة الكبار ديال السمسم البنات كيحتويوا إلى خمسات الجرامات ديالبروتين والبروتين كيف اذكرنا هو وحدة أساسية لبناء الكتلة العضلية في الجسم ومن الأفضل السمسم أولا الزنجلان اللي غديروا في هذا الوصفة هذي يكون محمص أولا محمر كيف كنقولوا بالدرجة المغربية ديالنا علاش لأن كل ما حمرنا الزنجلان كل ما كنستفدو استفادة كاملة من محتواه البروتيني يعني البروتين كيتركز فيه كتر إلا مشينا حتى حمرناه الزنجلان أيضا مصدر غني بسعرات الحرارية بحيث كل مئة جرام ديال السمسم وبالخصوص السمسم المحمص كتحتوي على خمسمية وخمسة وستين سعورة حرارية خمسمية وخمسة وستين البنات وهي نسبة جد مرتفعة كتساعد بطبيعة الحالة لزيادة الوزن نزيدكم واحد القادية أخرى اللي أكدها خبراء التغذية أنه ثلاثة المعالق كبار ديال السمسم أولا الزنجلان كيف تلكم في اليوم اللي أخذيناها في اليوم هي كافية لزيادة الوزن وزيادة الكتلة العضلية ويلزدنا على هات ثلاثة المعالق يعني نخديناها 4 أو 5 أو 6 هنا غدي ندخلو في شي حاجة اسميتها السمنة المفرطة آها لبنات السمنة المفرطة خبراء التغذية كيقولوا لا بغت تزيدي في الوزن ديالي ثلاثة المعالق كبار كافي إلا فتي ثلاثة المعالق كبار في اليوم هنا غدو خليف السمنة المفرطة وبالنسبة للبنات اللي شديدي النحافة فمن الأفضل على أنهم يزيدوا على هاتي الكمية هاتي يالله يالله يوصلوا الوزن اللي هما باغين دونك سيمسيم غدي نتفقوا بأنه شي حاجة اللي هي آآ ناجحة شي حاجة اللي هي مضمونة جدا زيادة الوزن سيستعملها أي واحد وأي وحدة كتعاني من نحافة شديدة ما عنده حتى شي ضد أضرار نهائيا للصحاب العاكس عنده بزاف ديالفوائد ثاني مكوين غدي يكون معنا في وصفة اليوم اللي هو العسل بالنسبة للعسل كتعتبر أحد أهم الأطعمة اللي كتعالج مشكل ديال النحافة وكتزيد في الوزن بشكل كبير وهات الشي دا كيرجع للنسبة العالية ديالسعرات الحرارية اللي كينا فيه بحيث كل ملعاقة واحدة ديالعسل غير ملعاقة واحدة لبنات كتحتوي على تسعين سعرات حرارية عفوان زائد مجموعة ديالفيتامينات اللي كينا فيه هو الحديد اللي كيقوي الدم وكذلك كيعزز البنية الجسمية عندنا واتبت علميا على أنه أي إضافة ديالعسل في النظام الغذائي اليومي ديالنا كتعتبر من أفضل ومن أحسن ومن أنجح الحويجات اللي كتقضي على مشكل النحافة في فترة قصيرة بالنسبة للعسل اللي غادي نستخدمه فهذا الوصفة هذي كيف قلت لكم الوصفة صحية دونك ولا بدي يكون عسل حر ما تسمى وش عسل الحر وتخلعه يعني أنا ما شقع العسل غالي لكن العسل ديالليمون تقريبا هو أرخص عسل ديالشي 60 ول 70 درهم على مأضم دونك ما شيش حاجة اللي هي غالية وشي حاجة اللي صحية غادي ناخده العسل والسمسم أو الزنجلان هذو هم المكونا فقط اللي غادي يكون معنا في وصفة اليوم من بعد ما كتشفنا المكوناين اللي غادي يكونوا معنا في وصفة اليوم دابا غادي ندوزو لطريق تحدي الوصفة اللي سهلة جدا ما فيهش بزر ديالتعقيدات ولا تعمارة غادي ناخده داك الزنجلان نقيوه نقيوه مزيان باش نحيدو قا الشوائب اللي كتكون فيه تغسلوه ولا بدي تغسلوه أنا شخصيا من لي كان جيب اي حاجة من العطار كنغسلها لانكم ما عارفين شنو ديز على ديك الحاجة فمن الافضل لانكم تغسلوه تصفيوه وتحمروه يا في مقيلة يا في الفران ما كينحتاش في مشكلة وما تختاروه طريقة اللي كتجيكم سهلة ضروري كي بكتلكم تحمروه علاش باش نستفدو ديك استفادة الكاملة من محتواه البروتيني كتتحنوها البنات وكتخلطوه مع العسل تخلطوه مع داك العسيلة حتى كتحصلوه على واحد العجين اللي كيكون القوام ديلها متماسك ندلو بشي قرعة ديز الزاج من الافضل تكون قرعة ديز الزاج وتصدو عليه وتبدو كتاخدو من ديك الوصفة من الافضل تلاتات المرات في النهار من بعد كل وجبة تاخدوه مع علقة كبيرة من بعد الغضاء مع علقة كبيرة وفي الليل كتخلوه حتى كتبوت ناسو وكتعودوه تاخدوه مع علقة كبيرة ثلاثة المرات في النهار عفتورة ما غاديش دوز واحد الاشر ايام تختب لكم واحد النتيجة اللي غادي تبهركم لانه السمسم من اقوى المكونات فعلا اللي كتزيد في الوزن ولازدنا علي العسل غا تكون في حاجة اللي هي رائعة ورائعة جدا وهنا غزالة دلي غاديكنو وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى وصفة دليو ما تكون الاعجاب دليلكم تكونوا استفتوا معايا قبل ما تخرجوا وما تنساوش تداموني وبلا لايك دليلكم بارتاج الفيديو بحبابتكم وصحابتكم واي وحدة بغا تزيد في الوزن دليلها بشكل طبيعي وامين وستروا لي على امين هادي اهم حاجة ما تبخرش عليها كدلك بتعليق زوينة دليلكم اللي كانكون سعيدة جدا كل مقاريتها وحتى نتلقى ان شاء الله فيديو جديدة ووصفة جديدة كنقول لكم تسالة في ريسكم كنبغيكم بزاف بوصة كبيرة مني لكم السلام عليكم